الإكزيما التأتوبية أو التهاب الجلد التأتوبية هي مرض جلدي حاك مزمن يعني بسبب الحكة بيتطور كل مرة مع تطور هذه الهجمات أو النوبات من الإكزيما بيصيب بشكل رئيسي الأطفال والرضاء لأنه ما كتير عندهم غدد عرقية أو دهنية لسه ما بتكون شغالة مظبوط لهيك هذا بيأثر على طوبة الجلد وبيعمل لي جفاف ولكن ممكن هيستمر هذا الشي حتى فترة المراهقة والبلوغ يمكن أن تسبب بعدة عوامل في حدوث نوبة الإكزيما أو تفاقما مثل العطور الملابس الخشنة مثل الصوف والجوخ الصابون الأطعمة المعينة اللي هيك بركز أنا على زمرة الدم واختياره الأطعمة المناسبة لزمرة دم كون بقدر كتير حدد من الأمراض طبعا لزمرة الدم وممكن أعرف الأطعمة اللي بتتناولوها طبعا لذلك الحرارة العالية كمان الرطوبة نخفاض الرطوبة كمان زيادة الرطوبة كمان تعرق الشديد والإجهاد من عواقب الإكزيما تتشكل بقاع حمراء واضحة المعالم والملامح على الجلب في حكة شديدة حويصلة تتمزق تمفجر عند حدوث الحكة أو الخدش وممكن تترك قشور ولكن ما بتترك ندبات الإكزيما ليست معادية ولا تسببها نقص النظافة ما بتقديم الشخص أو الآخر ولكن ممكن زيادة النظافة يعني كترة استخدام الماء اللي بدي المياه اللي بدي تعمل لي أنا رطوبة زيادة والمنظفات والصوابين اللي إلها روائح وعطور ممكن تزيد الإكزيما من أشكالها الإكزيما التأتبية وأكزيما التلامس أو التماس وأكزيما اليد المزمنة وأكزيما العاملين وأكزيما اللي بتصير أثناء الحمل عند المرأة الحامل بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتصير بالجلد وبالجسم وممكن أنا تأثري على الجلد وكمان تغير توزيع السوائل أثناء فترة الحمل